أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم أن الله معرضون والذين هم للزكاة فائلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علكة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عزاما فكسونا العزام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالكين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم الكيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائك وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على زهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وعناب لكم فيها فواكه كسيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وسبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفزل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربسوا به حتى حين قال رب انسرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اسنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني موزلا مباركا وأنت خير الموزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمغتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من كومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآكرة وأطرفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطأتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعزاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انسرني بما كذبون قال عما قليل ليسبهن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فاجعلناهم غصاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعزا وجعلناهم أحاديث فبعدا للقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وآخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون واجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كنوا من الطجبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فزرهم في غمرتهم حتى حين أي أحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤطون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا بسأحا ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يزلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مطرفين بالعذاب إذا هم يجعرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا توصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أقابكم تاكثون مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ أَسْتَرُهُمْ لِلْحَكِ قَارِهُونَ إِلَا سِرَاتٍ مُسْتَكِيمُ أَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْزِ وَإِلَيْهِ تُوْحْشَرُونَ وهو الذي يحيي فيميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعكلون بل قالوا مثل ما قال الأفضلون قالوا أئزا متنا وكنا ترابا وعزاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العزيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحك وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لزاب كل إله بما خلق كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يسفون عالم الغيب والشادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يسفون وكن رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحذرون حتى إذا جاء أهدهم الموت قال رب الجعون لعلي أعمل صالحا فيما تردت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعسون فإذا نفخ في السور فلا أنساب بينهم يوم عز ولا يتساءلون فما سخلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها قالون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا كوما ظلين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان خريق من عباد يقولون ربنا آمنا يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم زكري وكنتم منهم تزهكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعز يوم فاسأل الأعادين قال إن لبثتم إلا قليلا له أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه إن دربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رعفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شوداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأسلحوه فإن الله غفور رحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يقل لهم شهداء إلا أنفسهم إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لحنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ أنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غزب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين جاءوا بالإفك عسبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإف والذي تولى كبره منهم له عذاب عزيم لولا إذ سمعتموه زن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفق مبين لولا جاءوا عليه بعربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما فزتم فيه عذاب عزيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه حينا وهو عند الله عزيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عزيم يعزكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاهشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رءوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا كتوات الشيطان ومن يتبئ كتوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتني أولو الفضل منكم والسعة أن يؤطوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله واليحفو واليسفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله وفور رحيم إن الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات نعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عزيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيصات للخبيثين والخبيثون للخبيسات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرعون مما يقولون لهم مغفرة ورزق قريم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوا حتى يؤزن لكم وإن كيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناهم أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغزوا من بصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله قبير بما يسنعون وقل للمؤمنات يغززن من بصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن ولا يبدين زينتهن إلا ما زهر منها وليزربن بقمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أب التابعين غير أولي الإربة من الرجال غير أولي الإربة من الرجال أب التفل الذين لم يزهروا على أوراة النساء ولا يزربن بأرجلهن لعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأياما منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فزله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فزله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحسنا لتبتغوا تحسنا لتبتغوا على زل حياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراه إن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعزة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقض من شجرة مباركة زيتونة لا شركية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أزن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدب والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيء عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقية يحسبه الزمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله ووجد الله إنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كزلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب زلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يحسبح له من في السماوات والأرض والطير سافات كل قد ألم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيسيب به من يشاء ويسرفه أم من يشاء يكاد سنبرك يزهب باللبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك العبرة لأولي البصار والله خلك كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى سراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وتعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليهم الزعنين أفي قلوبهم مرز أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليهكم بينهم أن يقولوا سمعنا وعطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتكه فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن أمرتهم ليخرجوا كن لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاو المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستقلفنهم في الأرض كما استقلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي انتظى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وعكيموا الصلاة وآتوا الزكاة وعطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أجوى الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تزعون ثيابكم من الزيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناهم بعدهم تفافون عليكم بعدكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على العأرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أماتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أحمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملقتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو اشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عياد الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تأكلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستعزنوه إن الذين يستعزنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استعزنوك لبعض شأنهم فأزل لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعذكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لفازا فليحذر الذين يقالفون عن أمره أن تسيبهم فتنة أو يسيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نزيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلك كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم زرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفق اختراه وأعانه عليه كوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا وساتير الأولين اكتتبها فهي تبلى عليه بكرة واصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لو لا أنزل إليه ملك فيكون معه نزيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أنزل كيف زربوا لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء أجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قسورا بل كذبوا بالساعة وعاتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيذا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا زيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل أذلك خير أم جنة الخلد التي بعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أزللتم فيقول أأنتم أزللتم عبادي هؤلاء أمهم ظل السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الزك وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون سلفا ولا نسرا ومن يزل منكم نذقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المعسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعزكم لبعز فتنة أتسبرون وكان ربك بصيرا قر simplify أركض أركض قر قر شكرا